داخل الظروف صعبة جداً وعصيبة جداً والناس مرات ما تلقاش الماء الآن لو شارين وراني نكلم فيكم رسمياً لا توجد قطرة من الماء في العاصمة لأنهم قطعوا الماء الستر آه طبعاً في العاصمة ما قلتش في المنطقة الانفصالية ما وش في كلوب ديبا ما وش في فيلات الجنرالات فيلات الوزراء فيلات كبار القضاء لا لا هذوك ما يقطع لهم لا ما لا تري سيتي لا انترنت بالعكس هذوك الانترنت عندهم من مئة ميجا وطلع سمعت اليوم في خبر قال لك أنه تفاجأ المنتسبين لانقطاعات الجزائر اللي سموهم اتصالات الجزائر بأنها رفعت الانترنت من ربعة ميجا إلى ثمانية وعشرة واللي كان عندهم عشرة رفعت إلى عشرين ولماذا رفعت؟ على ربما بش يديرهم تعويض على الخمسة أيام دارك نشوف وش صرا في هذه الخمسة أيام بالمناسبة في الحقيقة هذا يعطينا دليل آخر أنهم قادرين يرفعوا الانترنت لكن رفضين رفع الانترنت بش يوصلك لايب مثل هذا تتعذب معه وما تقدرش تواصلوا ومرة تخلي حتى يكمل بش تعوي تسمعوا أو أي عمل على الانترنت لكن نرفعوا متى رفعوا شيهم الأمر من عند العسكر قالوا ما رفعوا نحن هنا نفهم وش نفهموا نفهموا أن رفع التقليل رفع أو التقليل طلع نقص زيد نقص من عندهم بش ما يقول لكش الانترنت والانفراستريكتير هذا كله كلام فارغ آه موجود الانفراستريكتير ومشاكلها معروفة لكن الانترنت هي لعبة في يد المخابرات الإرهابية وهي اللي تعطي التعليمات وتقول لهم خلوها في أضعف حالتها لو كان رهم متأكدين باللي الانترنت في الجزاء تستخدم برك في مواقع الفساد في مواقع اللي قم عارفينها آه ما عندهم مش مشكلة يزيدو لك والله يزيدو لك ماذا بهم الناس تغرق تغرق في مواقع الفساد تغرق في المخذرات تغرق في الخمور وتغرق في كل شي لكن بما أن الانترنت عندها أيضا هي كالسكين عند وجهين بما أن الانترنت عندها أيضا الجانب الإيجابي وهو التوعوي وهو الإخباري وهو وصول الأفكار وهو وصول العلم وهو وصول المعلومات آه لا يا الله سكر على الجميع مع أن كبار مفسدين كبار مرتدي لهذا المواقع الإباحية وغيرها في الحقيقة موجودين في كلوب ديبان وموجودين في الفيلات المحروسة إنهم ليسوا أكثر مرات كثير من الناس يشعر عندما يتكلم يحسب روحة ونتكلم على الجنيرال بحق أو على وزير بحق يو هذا رانا تكلم عليهم مجازا فقط هذا رانا أمام عرّة الخلق رانا أمام أبشع البشر رانا أمام أفسد الخلق اليوم أحد الأفاضل بعث لي تفاصيل على موقع أو جهة تسمى نيكسس وكانت تشرف على ميس ألجيريا راكم شفتوها لعل لبعض منكم كان يتابعها السنوات الماضية ميس ألجيريا ميس ألجيريا طبعا بعض الناس يحسبوها حاداثة ويحسبوها تطور وكانت تقولها لهم بصح لما تعلم أن اللي شد هذا ميس ألجيريا اسمه سوفيان حجار وأن هذا سوفيان حجار باباه المقبور عبدالقادر حجار وأن عمه وزير التعليم حجار مش عارف اسمه كامل وأن العم اللي كان وزير التعليم العالي بالمناسبة لحد الآن ما حقوش معه مع أن قضية مثلا قضية الكوس قضية الترانسبورت على العاصمة مثلا الجامعة عموما مش العاصمة فقط اللي كان تعطى حكوت واللي كان نهب كبير فيه هو مسؤول عليه الوزير حجار وزير التعليم العالي لكن ما حقوش معاه القضية فيها آلاف المليارات بالسنتيم آلاف عشرات الآلاف ما حقوش معاه لماذا لأن عبدالقادر هذا الوزير حجار كنكش واحد ريعد كتبه اسمه هنا يذكرني به هذا حجار اللي كان وزير كان يمد أو يضغط على الجميلات داخل الجامعات الجزائرية باش يروحوا يكونوا في الميس ألجيريا وهناك يحدث فساد كبير ومن هناك تقوم هذه الشركة أبنتع سفيان حجار اللي باباه كان عبدالقادر حجار أحد كبار المفسدين عرف شخصيا لما كان سفير في ليبيا ثم أصبح يأتي ليبيا لما كنت هناك نعم إذن يقومون بتقديم بكل أسف ألم يقول لكم بنات العائلات وبنات الجزائريين يقدموهم كهدايا لكبار المسؤولين ولكبار الوزراء ولكبار الجنرالات طبعا عبر المرور أنتع ما يسمى بميس ألجيريا ومنش عارف إلى آخره عبر المرور على تغطيات هكذا لكن هو كله فساد في فساد في فساد ولذلك لحد الآن هذا حجار ما طلبوش ولا بأن يحضر جلسة واحدة وهو متورط في فساد مالي وأخلاقي عارم عارم